أهلاً بالجمهور الكريم في هذه الحلقة نود تجميع النقط التي تحدثنا عنها في سلسلة دراسة موضوع الحجر الأسود بيت إيل، بيت إيلوس، بيت إيل كما قلنا وعلاقتها بتقوس الحج الوتني والثقافات الشرقية القديمة هناك شبه إجماع على أن العرب كانوا يقدسون ويعظمون الحجارة كباقي الشعوب التي احتكوا بها واعتبروها بيوت للآلهة ومن هنا جاءت التسمية بيت إيل أي بيت الله فقبل هذه التسمية كان العرب بدوا رحل يعتمدون في عيشهم على رعي الجمال والمعز ويجوبون الصحراء الكبرى بحثاً عن الكلاء فكانت حياتهم اليومية مرتبطة بقطعان ماشيته فكلما كبر القطيع كبر معه قدر وجاه صاحبه فيضطر للزواج الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لزيادة الدرية لمساعدته كيد عامل على رعي القطعان وتزيدها فزيادة الولد الذكر يعتبر زيادة في الثروة بتقسيم القطيع إلى عدد الأولاد الذكور الأحياء وزيادة في القوة لقدرة على حمل السلاح والحفاظ على هذه الثروة بينما ولادة البنت تكون فرصة للأب يعني أب البنت للحصول على مصاهرة بعائلة غنية تملك قوة السلاح والكسم أو زوج بنت يضاف لقوة اليد العاملة عند أب هذه البنت فتعدد الزوجات مبني على تعدد القطعان وكبره فكلمة نكاح ليست كلمة قبيحة عندهم بل بالعكس تعني زواج مصاهرة قوة فخر فحولة الهدف منها أو منه التكاثر الأموال والأولاد والتفاخر والتباهي بالقدرة عليه فالمرأة أو الرجل الذي لا يستطيع القيام بعملية التكاثر لا تكن له قيمة بين أقرانه وهذا ما يفسر ارتباطهم القوي بالآلهة الخصب كعشتار وأفريديت وألات وغيرها من آلهة الخصب والجمال وقد عطر مؤخراً كفريق من العلماء الآتار معهد وادي عربة كما سبق وأن أشرت في الحلقة السابقة بقيادة أوزي أفناير على ما يناهز مئة من الحجارة القديمة المقدسة تعود لـ 8000 سنة وذلك في منطقة إيلات بصحراء النقب قرب خليج العقبة كما وجدت أحجار مماثلة في الأردن وصحراء سنة وغيرها وهذه الأحجار بمقاييس مختلفة معظمها من الحجر الجيري تمثل رمز الذكورة أو الأنوتة كما قلنا فيوضع الذكر على اليمين والأنتة على اليسار وهذا الوضع يوافق تماماً ما جاء في صفر نشيد الأنشاد الإصحاح 6 العدد 2 والإصحاح 8 العدد 3 شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني ومثل هذه الحجارة جاء ذكرها في وثيقة أشورية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد تخبر عن حملة عسكرية للملك توكولتي نينورتا على الساحل اللبناني في القرن 12 قبل الميلاد تقول وثيقة لقد حاصرته أي هذا الملك الحجارة التي تسكن فيها الآلهة العظيمة وفيما بين سنة 740 و750 قبل الميلاد يذكر نقش آخر على ثلاث أنصاب بزلطية لمعاهدة باللغة الآرامية قداسة هذه الحجارة وهو نقش السفيرة الذي وجد بالقرب من حلب بحسب علماء الآطار فإن رمز الدكورة يعود للإله إيل ورمز الأنوتة للإلهة أشيرة أو حشيرة أم الآلهة والدة بعل وعشتار وقد أدانها أنبياء التوراة مرارا تحت اسم عشتاروت وقد حارب التوراة هذه العبادات حيث دعا الإله يهوى لكسر هذه الحجارة كما جاء في صفر الثثنية 12 العدد من 3 إلى 4 واللاويين 26 العدد 1 وصفر أخبار الأيام الثاني 31 العدد 1 لكن بقيت عند العرب تعبدها وتقدسها إلى عصر ظهور الإسلام وما جاء على لسان أبي بكر من شتم لأحد الأعداء بقوله أمصص بدر اللات إلا صدى لتقديس العرب لعضو التناسل للإلهة الأم وهي اللات فرغب محاربة الإسلام لهذه الآلهة آلهة الحب والجمال والخصب والنماء إلا أنه أبقى على وجود رمزها المتمثل في الحجر الأسود بيتيلوس ولازال ضيوف الرحمن يقبلون رأس الله الإله العربي وهو يخرج من رحم اللات بحجة أنه يمين الله الذي يسلم به على ضيوفه وضاب الفكر الإسلامي على الوتر الحساس عند العرب بما قدمه لهم من مكافأة في الجنة من أبكار وحور ونساء إن سقط خمار الوحية منهن على الأرض لسقاها عطراً مئة سنة ولنكن منصفين فالنص القرآني لا يصف نساء الجنة على ما يعتقد وإنما قراءة خاطئة وتفسير علماء الإسلام هم من وضعوا هذه الأوصاف أما النص القرآني فهو يصف أشجار الجنة كأنهن عاقلات تدنوا الواحدة منهن بقطوفها لتصل أيدي أهل الجنة وقد سبق لهذا الوصف مار أفرام السورياني في القرن الرابع الميلادي حيث قدم لنا الأستاذ السويدي طور أندريا من جامعة ستوكهولم مجموعة من التشابه بين جنة مار أفرام السورياني وجنة القرآن لخصها في عشر مقاطع في كتابه جذور الإسلام والمسيحية من الصفحة 151 إلى الصفحة 161 فعلى سبيل المثال جاء في صورة الواقعة 36 فجعلناهن أبكارة نقابلها في المنظومة الفردوس 9 سلاش سبعة عندما الأفرام السورياني الأبكار تقطف البواكر ومثل آخر من صورة النبأ 33 وكواعب أترابة في المقابل منظومة الفردوس ترضعها النسمة لكأنها تدي وفي مقطع آخر لكأن النسمة تدي مسمى وفي صورة طور الآية 24 كأنهن لؤلؤ مكنون وكذلك في الواقعة 23 يقابلها عند مار أفرام السورياني في وصفه تمار الجنة كنز مطمور أو مكنون 21 سلاش سبعة إذن القرآن يضم تقافة سوريانية بامتياز يصف تمار وأشجار الفردوس كأنهن نساء يخدمنا أهل الجنة ففهم أحباؤنا العرب على أنهن نساء حقيقيات خلقنا للمتعة الجنسية في محضر الله وترسخت العقلية البدوية في أدهان الشعوب التي اعتنقت الإسلام وأصبح البطن والفرج هما محور ثقافتهم الوشاح في فائد النكاح للعلامة جلال دين سيوتي وكتب كذلك نواضر الأيك في معرفة النيك ولا ننسى كتابه رشف الزلال من السحر الحلال يصف فيه عشرين ليلة دخلة لعلماء مسلمين وكتاب شقائق الإطرنج في رقائق الغنج نذكر كذلك كتاب رجوع الشيخ لصباه لأحمد بن سليمان وغيرها من الكتب الكتيرة الساخنة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة كورونا كورونا